اهلا بكم مجددا اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلية ليلة الماضية ديرا مسيحيا بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة فيما اصيب العشرات من طلبة جامعة القدس في مواجهات مع الاحتلال كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا من انحاء مختلفة من الضفة الغربية في مشهد يومي يعيش على وقع الفلسطينيون بالارض المحتلة اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي في وقت متأخر من مساء امس ديرا مار جورجوريوس جنوب بيت لحم واطلق قنابل الغاز والصوت صوب اراضي الدير الواقع ببلدة القدس القديمة ووفق مصادر وشهود عيام فان اعدادا من اشجار الزيتون التي يتجاوز عمر بعضها الف عام احترقت قبل ان يحطم جنود الاحتلال بوابة الدير الرئيسية من جهتها ذكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطام في البلدة القديمة ان عملية الاقتحام ليست الاولى للدير بحجة القاء الحجارة على جيش الاحتلال بالقرب منه لكنها المرة الاولى التي يتم فيها احراق اشجار الزيتون المعمرة والتي اتت النيران على ثلاث منها من جهة اخرى اصيب العشرة من طلاب جامعة القدس وعدد من العاملين بها بحالة اختناق وشظايا القنابل الصوتية والاعير المططية خلال مواجهة عنيفة دارت في محيط الجامعة الواقعة في بلدة ابوديس شرقي القدس ونقل عن شهود عيان ان شرطة الاحتلال تمركزت على باب الجامعة الرئيسي وقامت باستفزاز الطلاب والاعتداء عليهم واندلعت مواجهة بين الطلبة وشرطة الاحتلال التي قامت بالقاء القنابل الغازية والصوتية باتجاه حرم الجامعة ما ادى الى اصابة العديد من الطلبة والموظفين بحالة اختناق وفي تطور اخر اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم احد عشر فلسطينيا تسعة منهم في مدينة القدس واثنان في مدينة الخليل وذكر نادي الاسير الفلسطيني في بيان اصدره ان حملة مداهمات شنتها قوات الاحتلال لعدد من المنازل ببلدة القدس القديمة ليلة الماضية وصباح اليوم اسفرت عن اعتقال تسعة الفلسطينيين كما اعلنت سلطة الاحتلال اعتقال فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة